رحب رئيس حزب الوفدى الدكتور عبدالسند يماما بدعوة الرئيس السيسي إلى الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية المختلفة وقال يماما في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري إن هذه الدعوة مطلوبة وذكية لأنها لم تضع قيودا للحوار وتركت للمتحاورين تحديد الموضوعات وعلى هامش انعقاد الاجتماع الأول للجنة الحوار الوطني السياسي بالحزب أضاف رئيس الحزب أن هذا الحوار يأتي بالتزامن مع الجمهورية الجديدة وأنه ترسيخ لدولة قائمة بالفعل ولها مؤسساتها الكاملة الرئيس بادر بالدعوة إلى الحوار والحقيقة يعني الدعوة مطلوبة الدعوة زكية لأنها لم تضع قيود على موضوعات الحوار وتركت للمتحاورين أن يحددوا الموضوعات ولكن لمن يطلع جيدا على دعوة الرئيس يجد أنه هناك إطار أو ضوابط لهذا الحوار ودستورنا في المادة الخامسة ينص على أن تداول السلطة وعلى أن نظام الحكم يقوم على تعدد الأحزاب فإحنا الأحزاب له دور أساسي الحقيقة فإحنا من هذا فهذا حوار سياسي والسياسة لا تمارس إلا من خلال أحزاب وإحنا سنقضي رؤيتنا في تحديد موضوعات الحوار في إطار الدولة لأننا الحقيقة نتكلم على دولة قائمة ومستقرة ولها دستور وفي سلطات وفي مجلس نواب ومجلس شيوخ وفي وزارة وفي رئيس الدولة فإحنا ليس نبتدي من فراغ ترجمة نانسي قنقر